اذا كنت بتغسل الجينز بعد كل مرة أو مرتين من ارتباؤه فمن المحتمل أنك عم تغسله أكتر من اللازم هالحكي صادر عن كتير مصممين لأفضل ماركات الجينز الأصلية بالعالم لهيك قبل ما تحت الجينز بالغسالة رح نخبرك بعض الأمور الهامة أولاً إذا طلعت رائحة كريهة بسبب التعرق أو الاتساخ أو لأي سبب آخر من بانطلونك الجينز لازم تغسله فوراً وغالباً هالشي حيصير تقريباً بعد ثالث إلى عاشر مرة من لبسك البانطلون ثانياً لازم تعرف مكونات النسيج الجينز مصنوع من القطن الصافي بنسبة 100% وهو المكون الأفضل لجينز متين وقماشي صلبة وبهالحالة ما حتحتاج لغسله باستمرار أما الجينز المطاطي الداخل فيه بوليستر واللي بترجأ له أغلب النساء لازم تمغسله بعد كل استخدام ثالثاً شو هي طبيعة شغلك؟ إذا كنت عايش بأماكن رطبة أو بتستخدم الجينز لأعمال البستنة أو أنشطة قاسية فمن الأفضل غسله بانتظام أما إذا كانت أعمالك عادية فبتقدر تترك الجين بلا غسيل من 6 أشهر إلى عام رابعاً لازم تعرف إيه ما تتحط البانطلون بالغسالة حكينا أن الجينز ما بده غسيل كتير بس أنت كل شهر لازم تغسله مرة للحفاظ على مظهره ورائحته نظيفة أخيراً حتى نحافظ على الجينز أطول فترة عنا لازم نغسله بالماء البارد مع القليل من مسحوق الغسيل ولازم نفتش إذا فيه أي بقعة عرق أو طين وننظفه بقطعة أماش مبادلة أولاً ثم قلبه من الداخل للخارج ووضعه بالغسالة مع الملابس الداكنة ونختار دورة الغسيل البارد